اشتركوا في القناة لقية 29 شخصا حتفهم وصيب 2439 اخرون بجروح نصابات 86 منهم بليغة في 1759 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الاسبوع الممتد من 7 الى 13 غشت الجاري وعز بلاغ للمدير العامل الامنى الوطنية لاسباب الرئيسية المؤدية الى وقوع هذه الحوادث الى عدم انتباه السائقين وعدم ترك مسافة الامان وعدم التحكم وعدم احترام حق الاسبقية وعدم انتباه الراجلين وسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه بدون اشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف والسير في يسار الطريق وتجاوز المعيب وتغيير الاتجاه غير المسموح به والسير في الاتجاه الممنوع والسياق في حالة سكر وعدم احترام الوقوف المفروض بضغو تشوير الاحمر وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان تأمكنت مصالح الامن من تشجيل 40.304 مخالفات وانجاز 6.145 محضرا احيلت على النياب العامة فضلا عن استخلاص 34.159 غرامة صلحية وذكر المصدر ذاتهن المبلغ المتحصل عليها بلغ 7.454.400 درهم فيما بلغ عدد العربات الموضوع بالمحجز البلدي 5.371 عربة وعدد الوثائق المسحوبة 6.145 وثيقة وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 231 مركبات